السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معكم احمود خضر من قناة احمود خضر النهاردة يا جماعة هنشرح مع بعض ازاي ان انت تعمل دخل او تعمل ربط باستخدام موقع متجوني الخاص بالتصميم باستخدام زكال الصناعي. خلانا نتكلم يا جماعة ان زكال الصناعي عامل طفرة كبيرة جدا. وخلى الناس اللي هي مش عندها موهبة للتصميم او الراس او الناس اللي كانت بتستخدم فوتشوب او برامج التصميم. بس ما كانش عنده المهوبة ان هو يعمل تصميمات احترافية بنفسه. ان هو دلوقتي زكال الصناعي خلاك مؤهل ان انت تعمل تصميمات بمجرد ان انت بتكتب وصف معين. يطلع لك تصميمات معينة. وتقدر ان انت تستفيد منها ان انت تبيعها على مواقع وتكسب من وراها. فحنا النهاردة يا جماعة هنشرح بقى ازاي ان احنا خطوة بخطوة نعمل تصميمات على موقع متجوني. وبعد كده نعرضها على مواقع ونعرضها للبيع. وبالتالي ممكن نكسب داخل. طيب ده هيعتمد على ايه? هيعتمد على خبرتك انت في ان تعرف السوق محتاج ايه? وان الناس بتدور عليه. وبنان عليه هتقدر ان انت تعمل تصميمات وتبيعها سواء هتبيعها في تشيرتات هتبيعها في استكارات هتبيعها في جرابات موبايل اي ان كان الطريق اللي انت هتبيعها بيه. طيب الوقت بقى ندخل اولا على موقع متجوني ونخش نشوف هنعمل تصميم عامل ازاي? وبعد كده نكمل خطوات الرفع على موقع الربح. طيب اهدلوقتي هنروح على منصة ديسكورد وهندخل على السيرفر بتاعنا وهنعمل اسلاش ومن اسلاش هنختار هنختار imagine. وقال ليكم مسلا هنا هنعمل تصميم للوجو وبناء عليه هنعمل اه هنزبط الصورة ونرفعها على مواقع للربح. مسلا هنجي هنا هنكتب كات لوجو. ماشي? وقال ليكم مسلا هنكتب وايد باكجراوند. وهنعمل انتر. هلا عزينا زهر معنا التصميم بتاعنا عاملنا اربع تصميمات. ممكن هنا مسلا ده تصميم ده تصميم ده تصميم والاربعة مميزين. بس احنا طبعا مسلا هقول ليكم هنختار واحد منهم وبناء عليه هنبدأ نشتغل. انا بس انا عجبني رقم اتنين ده. فاحنا رجع تاني هنا للتصميمات بتاعتنا وهنختار يوتو اللي هو رقم اتنين. بقول له عايزك تعملي الصورة وتكون لوحدها. هنضغط هنا بشكل ده هيبدأ ان هو هيعمل لنا الصورة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين التصميم بتاعنا هو خلص. لو احنا فتحناها عشان نشوف التصميم بالشكل ده. هيزهر هنا معنا هولو عملنا زوم. هنا تلاقي الجودة كويسة معقولة. لكن حاجة مهمة جدا لازم تعرفها ان انت عشان ترفع صورة على موقع اللي احنا هنعمل عليه آآ عرض ليه السلعة بتاعتنا او المنتجة الرقم بتاعنا لازم تكون الجودة علي. فقول لكم مسلا دي ممكن ان نكون حجمها ضعيف جدا. طيب ازاي ان احنا بقى نعلي جودة الصورة دي. وكل بساطة طبعا بعد ما بتحملها على الجهاز عن طريق ان ان انت بتعمل زيف از. هنروح على جوجل وهنكتب حاجة اسمها نايت مير اي اي اي. ماشي? وهنختار منها اللينك ده اللي هو الريال ونضغط عليه بالشكل ده. هيفتح معنا بالشكل ده. هجيلك هنا اول ما يفتح معاك هيدغط هنا هتلاقي هنا وهنا الصورة اللي انت هتحطها والاوت بوت هتزهر معاك بالشكل ده. هو هنا طبعا بيوضح لك الصورة دي والصورة دي وبعد ما عمل اا يعني للصورة او ان هو عمل تحسين للصورة. فاصبح دي جودة اعلى كتير عن الجودة الاولينية. طيب بكل بساطة احنا هنروح رايحين هنا هنضغط على دروب فايل اور آآ كليكت وسيليكت وهنروح على الصورة اللي احنا عمل لنا واللي اكون هي الصورة دي. وهنعمل هتزهر معانا هنا بالشكل ده. وبعد كده هتروح هنا تنازل هنا تختار اي اللي انت عايزه انا ممكن اختار اللي هنا تلاتة على مناسب للصورة دي وهعمل وتلقائيا هتبصت لايه عمل لنا او هيبدأ ان هو يعمل لنا الصورة بتاعتنا هنا بشكل التاني. هتلاح زينا ان الصورة خلصت وممكن يكون هنا مسلا بقت الخلفية بتاعتها افتح شوية. لو ضغطنا عليه بشكل ده هتفتح معاك هنا تقدر ان تتعمل عليها زوم هتلاقي الزوم كبير جدا خالص خالص يعني. والتفاصيل هتلاقيها ممتازة اعتقد ان هي ما فعلش غلطة. طيب فرضا ان في غلطة مسلا لقيت حتة كده مش معاوجة حتة زيادة مش عارف ايه. تقدر طبعا ان انت ساعتها تستعين بالفوتشوب ان انت تعدلها. بعد كده بتعمل سيف از وبيتنزلها على الجهاز عندك. نيجي بعد كده بقى للمرحلة المهمة وهي مرحلة رفع الصورة لموقع اللي احنا هنارض عليه السلعة بتاعتنا. والموقع اللي احنا اشتغلها يا جماعة نهاردة هو موقع ريد بابل. هنروح لجول هنكتب ريد بابل وهيزهر معنا الرابط ده. هنضغط عليه. بالشكل ده هيفتح معنا الموقع ده. طبعا انت مفروض ان انت بتعمل اشتراك في الموقع. وفي نفس الوقت بتعمل تفعيل ليه ان انت بتربط الحساب بتاعك بحساب بيبل. لو انت ما انتش عارف زيه تعمل حساب بيبل ممكن تسيب لي فتعليه وانا هبقى عرفها كالطريقة الصحيح لان في ناس بيقابلها مشكلة فعمل حساب بيبل. ان حساب بيبل مش بيفتح معهم اه او مش بيقدر ان هو يعملون على الويب. فالافضل ان انت باختصار يعني برضو هوفر عليك ان انت تعمله عن طريق التطبيق عن طريق التليفون. هنجي هنا هنروح على الحساب بتاعنا وهنضغط هنا وهنعمل تمام? بعد كده هيفتح معنا القائمة اللي هجلنا دلوقت. هيفتح معنا هنا الصفحة دي وهنعمل هنا هنا هنعمل بالشكل ده. هيفتح معنا صفحة دي. واللي هنبدأ منها ان احنا نرفع التصميم بتاعنا. هو بس في الاول كده بيتأكد ان ان الاشتراك بتاعك او التوصيل بتاعك عن نت يكون امن. وبعد كده بتعمل ابلود نيو وورك. وهنروح مسلا على التصميم اللي احنا عمناها اللي هو الاود بود ده. ونعمل هيرفع معنا التصميم بالشكل ده. هتنتظر طبعا لحد ما يرفع معك احيانا بيبقى في تصميمات الجودة بتاعتها بتبقى عالية جدا. انا جيتها فيها مرة تصميم فوجيت ان هو هو وصل لرقم كبير جدا اللي هو حوالي تمانية وسبعين ميجا عن صورة لما عملت لها ابل سكيل. لان هي كان فيها يعني تفاصيل عالية كتير. سيما احنا شايفين دلوقتي هو رافع معنا دلوقتي اللوجو بتاعنا. وطالب منك ان انت تدخل بعض البيانات او الحاجة بتايتل للانوان وتجز الكلمات اللي انت هتكتبها عشان تساهل موضوع البحث. ودي حاجات مهمة جدا لازم تعمل. فاحنا هنملك البيانات ديت وانا برضو هساعدك او هعرفك ازاي ان انت تعمل بطريقة احترافية. واول حاجة طبعا هنروح على الطايتل وليكن هنكتب الطايتل كات لوجو. ماشي انت اللوات مثلا ازا كنت كتبت اللوجو اللي هو الطايتل. وانا اكتب هنا اللوجو ستيكر والحاجات اللي هي الخاصة بالتاجز. فضل ديسكريبشن. انا بستخدم. انا اعمل ديسكريبشن. انا دلوقتي مسلا على شات جي بي تي طبعا الناس اللي مش عارف ازاي تعمل اه حساب على شات جي بي تي. هو طبعا بيرفض ان هو يعمل لك حساب في مصر. فانت بتستعين ان انت بتعمل برقم اجنبي مسلا رقم امريكي رقم اه يكون في الدولة اوروبية عشان تقدر تعمل حساب بي وبعد كده بتفتحه عادة على الجهاز بتاعك. فانا هاجة هنا مسلا هكتب اه كات لوجو واقول له ديسكريبشن. طبعا هنا مسلا الكلمة تبقى غلطة اقدر صحاحة نطري جوجل وهكت بادوز انتر بالشكل ده. وهيبدأ شارت جي بي تي اللي عملاك ان هو اه يعمل ديسكريبشن لان انا طبعا ما عنديش اي مهارة في ان انا اكتب ديسكريبشن باللغة الانجليزة. فهو هنا هيكتب لي زكات لوجو كذا كذا. انا هروح واخد الكلام ده كله من غير ما اقرأ. هو اروح رايح حطه فين? في التصميم بتاع. لان هو هيديك اكيد هيبقى احسن منه طبعا في النواة يكتب الكلام. وبنانا عليه هنروح رايح حين نبدأ ننزل تحت هنا. هتلاقي بقى هنا ايه بقى الكنزة بقى كله بقى. يعني هنا مسلا جايب لك تشيرت عليه قطة. تشيرت عليه القطة كل التصميمات بتاعتنا. هو ممكن يقول لك انت حابب القطة بتاعتك تظهر على تشيرت انا هقول له بحيس لو حد حابب يشتريها يشتريها عادي بالشكل ده. وهنا طبعا جايبها لك على الهاتس اللي هي الكوبعات برضو ممكن ان انا هزبطها بحيس ان انا لو عايز اعمل هنا بقى للصورة بتاعها بالشكل ده فبتتزبط الصورة هنا شوية. لا هنرفضي لان هي الخلفية بتاعتها بيضافة مش هتبقى لذيذة قوي هرفضها. وهننزل هنا برضو تاني مسلا اي حاجة عايز تزبط ممكن تزبطها ولكن ده مسلا هنقلله سينا صغيرة عشان يبقى معانا بالشكل ده. هنيجي هنا مسلا لو حابب بقى ان هيقول لك الميديا ممكن تختار اا حاجتين يقول لك اختار حاجتين فهن هنختار اختار وممكن برضو نختار معه اي حاجة تاني يعني الفوتوريه فيه ممكن دي وبردو هنيجي هنا في الحاجات التحت دي هوا بيقول لك اا الديفولت بروتكت انيور شوب هنعملها ده هنسيبها زي معية وهيقول لك ان في حال في حاجة خارجة عن اللفظ او في حاجة مش كويسة في حاجة فهجة كخل فهنقول له انه وهنعمل نختار آآ آآ على فكرة ما فيش حد عامل تصميم ده غيري يعني متجون اصلا ما بيطلاش تصميم زي بعض فبالتالي التصميم ده يعتبر بتاعنا فانا كده خلاص التصميم ده بقى بتاعي ومن حق ان انا لو حد استخدمه ان انا اطالب بحوال ملكية ليه الا ازا كان هيشتريه بعد كده بتعمل وبالتالي هيزهر معك بعد ما يعمل هيزهر معك في البورتفوليو بتاعك وبناء عليه هيتعرض للبيع لو حد بقى اشتراه فبيزهر لك الارباح بتاعتك لو رجعنا بقى تاني هنا بالشكل ده فرضا هنرجع هنا هتنزل هنا مسلا دي بعض التصميمات هتلاقي هنا مسلا التصميم ده عامل الدولار وربع تصميم مسلا عامل سبعتاشر دولار فانت بتاخد نسبة على حسب آآ الحاجات دي ما بتتباع طب هي بتتباع ازاي بقى بتتباع على ان في ناس مسلا بتخش تطلب عجبها التصميم فبيطلب ان هو اشتريت الشيرت ده في مسلا واحد اشترت شيرت هتاخد نسبتك في عشرة اشترت شيرت في الف اشترت شيرت انت وحظك بقى كل ما تشيرت بينش بينش حري اكتر كل ما انت بنسبتك بتزيد طيب بتزيد بناء على ان انت تعمل تصميمات كتير وبناء عليها ممكن في لحظة في مرة تعمل تصميم ويعجب الناس والناس تشتريه وبالتالي تعمل ربح كويس فدي كانت حلقتنا النهاردة ان انت زي تعمل ربح باستخدام موقع متجورني او زكال الصناعي بعد دلوقتي اتاح فرصة الناس كتير جدا ما كانتش بتعرف تعمل تصميمات ان هي بقتها من تصميمات باستخدام زكال الصناعي وتعرضها للبيع انا واحد من الناس عمري ما كنت بعرف عامل تصميمات زي دي انا اه باستخدام من فوت الشوب والمنتاج والحاجات دي كويس جدا ولكن مش عندي موهبة التصميم فابنان عليه دلوقتي انا قدرنا انا اعمل منتج رقمي وابيه على مواقع بيع ومش كده وبس ده في مواقع تانية غير ريت بابل زي الامازون ومتاز جدا ومواقع التانية كتير جدا اتمنى تكون استفادت من الحلقة اولا وعجبتك الحلقة ما تنساش ترك في القناة وتفعل زر الجارزة عشان نسالكم في فيديوهاتنا وانتظرنا بحلقة جديدة السلام عليكم